بخطابه الدوري في الأمم المتحدة حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني في جعبته رسائل عديدة منها ما تدعو إلى الوحدة الدولية ضد ما أسماه بالإرهاب ومنها ما ترسخ الدور الإيراني الفاعل على ميدان الشرق الأوسط خصوصا عقب الاعتراف الدولي الذي تبع الاتفاق النووي مع القوى العظمى إيران وخطاب رئيسها من دولة العقوبات إلى اللاعبة الأبرز في المنطقة في تقرير محمد مجادلي أدعو دول العالم كافة ودول منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص لتشكيل خطة عمل مشتركة وشاملة لإنشاء جبهة موحدة ضد التطرف والعنف من دولة القطيعة والتهميش إلى رعية السلم والسلام في الشرق الأوسط إنها إيران تسابقت أدول يوما إلى محاربتها سياسيا وعقابها اقتصاديا واليوم يتسابق سفراء وقادة الغرب إلى مد يد العون لها أو استجدائه منها وكأن كل ما سبق كان سحابة صيف عابرة بددته أقلام وقعت على ورقة واحدة في فيينا ليس هذا فحسب بل أن إيران روحاني اليوم تدعم الديمقراطية وتشدد على حكم الشعب للشعب نحن مستعدون للمساعدة في إحلال الديمقراطية في سوريا وكذلك في اليمن ونحن نؤيد تقوية السلطة من خلال أصوات الناس بدلا من الأسلحة ونحن ندافع عن حكم الأغلبية التي تحترم حقوق الأقليات خطاب صاحب الابتسامة الساحرة رئيس الإيراني حسن روحاني أو كما أسماه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذئب بزي الحمل الوديع حمل معه رسائل لكل من خاب ذكره أو صدق وعده في أزمات الشرق الأوسط حيث رسخ المعنى الحاضر الغائب لتأثير الإيراني على المنطقة تأثير لم يذكر في الخطاب جليا بل إنه ذكر حينما طاب لقاء الحلفاء العالم بأسره يدرك اليوم أن اشتعال المشاكل في منطقة الشرق الأوسط وعدم حلها سينشر الأزمات في مناطق أخرى وصولا إلى كافة أرجاء العالم إن دور روسيا وإيران في ضمان أمن المنطقة دور رائع وبارز دور روسي فعال ودور إيراني فاعل على صعيد المنطقة بهذه الاستراتيجية يعاد ترسيم الحدود الافتراضية للتدخلات الغربية في الشرق الأوسط وإن صح التعبير ترسم من جديد منطقة الشرق الأوسط بعد أن باتت ولاية في إمبراطورية الشرق الأقصى